البرلمان يبحث تداعيات تكرار عمليات الاستهداف الأمريكية في الوقت الذي مر فيها أربع سنوات على تصويته بشأن إخراج القوات الأمريكية ولم يطبق هذا القرار ما الذي سيتغير الآن وفي الدورة الحالية برأيك؟ نعم شكرا جزيلا البرلمان العراقي يمثل حالة انقسام واضحة في السياسة العراقية وليس في الواقع ممثلا فقط للشعب العراقي السيد حسين مؤنس قال أن البرلمان يجب أن يقوم بواجبه ولكن هذا البرلمان إذا أراد أن يقوم بواجبه فيجب أن يكون هناك نوع من التوافق السياسي بين المكونات والكتلة الأساسية فيه والمكونات المؤثرة في المشهد السياسي العراقي هم السنة والشيعة والكرد وبالتالي لا بد من أن يكون هناك نقاش كبير بين المكونات ليس في البرلمان العراقي وإنما خارج البرلمان لأن البرلمان العراقي يصوت عادة على القرارات والقوانين والتشريعات واختيار الرؤساء والسلطات بعد أن يتوافق الكبار خارج كتلة البرلمان ودليلنا في ذلك وتجربة كانت أخيرة اختيار السيد شعلان الكريم رئيسا للبرلمان مر بتجربة صعبة ومعقدة ولكن النقاشات لم تكن في داخل قبة البرلمان وإنما كانت خارج القبة وكانت خارج حتى المنطقة الخضراء في بعض الحالات وبالتالي إخراج القوات الأمريكية والتوافق على قرار إخراجها وطبعا هذا الإخراج ليس بمعنى أنها ستلتزم وستتخرج ولكن على الأقل هم يريدون أن يصدروا قرارا يجعل من الأمريكان محرجين أمام العالم وأيضا يدفعون الحكومة العراقية لاتخاذ تدابير من شأنها التفاوض من موقع القوة أو من موقع يؤهل الحكومة العراقية على الأقل أن لا أقول تفضلت سروطا ولكن أن تفهم الأمريكان بضرورة الانسحاب والمرادرة أن القرارات المصيرية والكبيرة كهذه عادة ما تتخذ خارج ملعب البرلمان لكن اليوم قوة سياسية أساسية ومعلومة لدى الجميع تحاول أن ترمي هذه الكرة في ملعب البرلمان كيف نفسد ذلك؟ يعني ربما يكون البرلمان يعني ساحة ربما لا أقول فقط لتصفية الحسابات ولكن ساحة لرمي المشاكل وإبعادها عن التلقي المباشر من قبل الكتل في خارج البرلمان يعني عندما تذهب إلى البرلمان وتبدأ النقاشات والسجالات وتتاع الفرصة للنواب الذين يمثلون كتل مختلفة ليناقشوا ويتجاذبوا أطراف الحديث وكل واحد منهم يدلوا بدلوه ويقولوا قولته ويطرحوا رأيه فتضيع القضية وتهمش وتصبح حلامية وكأنها ريشة في مهب الريح لا يمكن الإمساك بها ولا يمكن أن تحلق بعيدا ولا يمكن أن تنزل إلى الأرض وبالتالي نستطيع أن نصل إلى نتيجة هذا ما يجري في البرلمان العراقي ولكن الكتل الأساسية السياسية إذا كانت جادة في موضوع إخراج القوات الأمريكية أو حتى عدم إخراج القوات الأمريكية عليها أن تتفاوض في الخارج إذا تفاوضت في الخارج أي خارج قبة البرلمان فإنها لن تصل إلى نتيجة لأن هناك مكونات أساسية تريد الأمريكان أن يبقوا لأنها تعتقد أنهم يمثلون ضمانة لوجودها وعدم تغوى الأطراف أخرى قوى سياسية وشخصيات ربما غير مبالية بهذا الموضوع بعضها حتى يشعر باليأس لأنه لا يعتني بفكرة أن الأمريكان يمكن أن يستجيبوا بقوة وأن يخرجوا أيضا الأوساط الحكومية العراقية هل هي في معرض الذهاب بعيدا في موضوع أرغام الأمريكان الأمريكان يطيرون كما يقال بالاناتهم ويدفعون بمسياراتهم في أجواء العراق ويضربون في أي مكان شاء وطائراتهم تحوم في المدن وفي القصبات وفي القرى وفي الأرياف وتضرب أهدافا وتختار أهدافا حتى أننا بدأنا نخشى أن البعض لا يريد أن يصعد سيارة حديثة أو سيارة مضللة لأنه يخشى من الاستهداف طبعا هذا الأمر ليس حقيقيا بالضرورة ولكنه يعبر عن مخاوف لدى الناس لذلك يجب أن يكون النظام السياسي بمستوى المسئولية أما أن يقرر أعطاء الأمريكان مهلة لتنظيم أمورهم لاستجلاء أوضاعهم قاصة وأن الأمريكان لا يستطيعون المغادرة ليس فقط لأنهم لا يردون ذلك ولكن هناك مشاكل في المنطقة هناك إسرائيل هناك دول في المنطقة أيضا لا تريد الأمريكان تغادر أراء القوى السياسية الأساسية والكتل السياسية الأساسية فيما يتعلق بهذا الموضوع هل نتوقع شكل اتفاق جديد يرضي جميع الأطراف السياسية بشأن هذه القوات أم أن هذا الموضوع مستبعد من الأساس يمكن أن يصدر قرار ولكنه حتى وإن كان ملزما ولكنه لن يكون ملزما باتجاه إخراج القوات الأمريكية ولكنه قد يكون ملزما للحكومة بأن تقوم بما عليها في سبيل المرور نحو هذه المساحة من التفاوض أو محاولة تقناع الأمريكان باتخاذ تدابير من شأنها أن ترضي العراق في مجال الانسحاب أو إعادة التموضع أو ترتيب ما ولكن هذه القوى الأساسية أيضا هي مختلفة في الواقع على هذا الوجود وشرحت لك لماذا هناك من يعتقد أن الأمريكان يمكن أن يشكلوا ضمانه ليس لكتل وإنما لمكونات وبالتالي ليس من مصلحة هذه المكونات أو يمثل هذه المكونات أن تخرج القوات الأمريكية بعض المكونات ترى أنه من الضروري في سبيل أن يمضي العراق سيدا على نفسه أو أن يكون صاحب قرار كدولة أنهم يجب أن يغادروا ولكن في النهاية لا يمكن للعراق أن يكون سيدا على نفسه طالما أن القوات الأمريكية موجودة وطالما أن العراق بلد يمكن أن يتم التدخل في شؤونه من أي طرف شاء وأنت تعلمين جيدا أن هناك أطراف دولية وأقليمية وعربية وغيرها وحتى بعيدة تستطيع أن تتدخل في الملف العراقي وبغض النظر عن هذه الأطراف ومصالحها كيف يمكن سيد هادي إلى أي مدى العراق اليوم قادر بالفعل على الاستغناء عن تلك القوات والنهوض بالملف الأمني لوحده دون مساعدة باختصار لو تكرمت أنا أعتقد أن المشكلة ليست في الملف الأمني وليست في مشكلة القوات العراقية القوات العراقية قادرة على أن تفعل كل شيء الجيش العراقي شجاع وقوي جدا هناك القوات العراقية الأساسية الجيش والشرطة والأمن والمخابرات وهناك الحجر الشعبي وهناك قوات العشائر وهناك البيش مرقة وهناك تشكيلات والتنظيمات مسلحة من أشكال وأنواع مختلفة كلها تشترك في فكرة إبعاد التطرف الديني المرتبط بداعش أو بالقاعدة ولكن المشكلة هي في النظر للأميركان ماذا يعني وجود الأميركان في العراق لطرف دون طرف كيف يفكر هذا الطرف في وجود الأميركي وكيف يفكر الطرف الآخر الحالة حالة عراقية سياسية وليست حالة أمنية إذا كنا نتحدث عن الأمن فنحن قادرون على ضمان الأمن والنجاح في البلف الأمني بدون الأميركان ولا بدون أي قوة أخرى لأن هناك دول عديدة ضعيفة حاولنا تستطيع أن تواجه التطرف والإرهاب وتقضي عليه فكيف بالعراق ولكن مشكلتنا سياسية وليست أمنية الآن اكتملت الصورة نشكرك ترجمة نانسي قنقر